السلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة تحييل بيانات على الاكسل مبادئ مبادئ power query او PQB الفيديو ده PQB11 بتكلم على تحويل البيانات لسه بنتكلم على merge سنتكلم لنهارده كيف نحل مشكلة التكرار اللي ممكن تنشأ لما نعمل عملية merge او دمج اثنين query مع بعض احنا شفنا قبل كده في فيديو PQB09 شفنا لما نعمل استبدال الفيديو كوب باستخدام merge قولنا ان احنا لازم نستخدم join kind اسمه lift outer وقلنا في الحالة دي هنكون محتاجين يكون عندنا جدولين او اثنين query الجدول الاول بنسميه الجدول البيانات او المعاملات او بالانجليزي transaction table والجدول التاني بنسميه جدول البحث او جدول look up table فالنهارده عايزين نشوف ايه اللي يحصل لو كان فيه تكرار في جدول البحث جدول البحث المفروض يكون unique values يعني records اللي فيه مش متكررة فافرد ان حصل تكرار في جدول البحث عايزين نعرف ايه اللي هيحصل لما نعمل merge جوه الpower query عشان نستبدل او نعمل عملية الفيديو كوب باستخدام الpower query ايه اللي ممكن يحصل لو عندي تكرار في جدول البحث هنشوف كمان ازاي ممكن نعالج المشكلة اللي هتحصل من داخل الpower query او من خارج الpower query لو عايز تشتغل معايا وانت بتفرج على الفيديو او حتى لو عايز تتدرب بعد ما تشاهد الفيديو ممكن تنزل تحت في description هتلاقي لينك ممكن تستعمله عشان تعمل داونلود لال excel workbook اللي انا هشتغل عليه كمان لو لسه مشتركش في القناة لو سمحت استخدم زر subscribe واستخدم زر الجرس كمان علشان يجيلك notification لما نعمل فيديوهات جديدة في المثال اللي عملي معنا النهاردة مثال بسيط زي ما انت شايف قدامي الجدولين زي ما اتفقنا الجدول اللي اتفقنا الجدول اللي اتفقنا لو رحت على table design هتلاقي اسمه sales وده زي ما اتفقنا ده جدول البيانات او جدول المعلومات او زي بقول لل transaction table موجود فيه حوالي 19 سطر بجدول صغير اجمالي بتاع ال revenue اللي موجود فيه 600 زي ما انت شايف على الشمال فيه channel id رقم او الكود بتاع ال channel وعلى يمين مبلغ revenue اللي جاي على كل channel طبعا فيه تكرارات موجودة هنا لكن على اليمين موجود جدول البحث او look up table ولو رحت على table design هتلاقي اسمه channel هتلاقي عندي اربعة channel واسم كل channel موجود قدامها وين مطلوب مني ان اعمل نفس ال report ده ولكن اجيب اسامي channels بدل ما هي موجودة بالاكواد اجيب اسامي channel طبعا ده مثال بسيط عملنا واحد اصعب منه في الفيديو بتاع PQB09 لما تكلمنا على الميرج في الاول خالص هتشوف اللينك الوقتي موجود فوق ممكن ترجع للفيديو لو انت عايز وتبدأ رحلة الميرج من اولها تعال بسرعة نعمل ال look up ده او نعمل الميرج ده بسرعة عشان بعد كده نشوف لو حصل تكرار في الجدول البحث ايه اللي هيحصل في الناتج النهائي اللي هيطلع من عملية الميرج دي عشان ابدأ الشغري بتاعي محتاج ابدأ اروح على power query وانا واقف على اي سال جوه التابل الاولاني هروح على ديتا على الشمال منطقة جيت ان ترانسفورم ديتا اللي فيها power query هستخدم الزوار ده عشان اتريجر الpower query editor اول ما حدوس عليه الpower query editor هيفتح من الpower query editor هتلاقي في النص preview بتاع الديتا بتاعك وعلى اليمين هتلاقي اسم الكويري انهرتد من اسم او متاخد من اسم التابل اسمها sales مافيش مشكلة وهتلاقي اول واحده السورس والتاني عمل change type ادر الواحده يتعرف على data type المطلوب في two columns بتاعي اعتقد انا كده جاهز ممكن اعمل close and load close and load two هيفتح لي import data dialog box هاختار منه only create a connection مش محتاج اعمل اي حاجة بالquery دلوقتي نفس اللي عملته في الكويري الاوانية محتاج اعمله في الكويري التانية هروح على data get and transform هستعمل نفس الايكون هيفتح لي power query editor نفس الكلام الكويري اسمها channel متاخد من اسم table عندي هنا ال preview بتاعي والواحده عرف data type بتاع نفس اللي عملته بالظبط close and load هتختار only create a connection وتدوس على اوكي كده بقى عندك ال two tables اللي عندنا اتكاريت بيهم اتنين query والاثنين connection only تعالى نروح نعمل المرج بسرعة هت double click على الكويري بتاع السيلز عشان يفتحها لي مرة تانية وانا واقف جواها من home ribbon هروح على merge queries هختار merge queries من جواها هيفتح لي merge query dialog box الجدول الاولاني اللي هو sales عشان انا قردي واقف عليه او اخترت merge وانا واقف عليه الجدول التاني هيكون channel اكيد ال look up اللي بينهم هيكون على channel id هختارها من فوق وهختارها من تحت لوحده عمل estimation لقى 19 match موجود من 19 rose الموجودين زي ما انت شايف default left outer هده انا عايزه بالزبط هدوس على ok هكاريت column جديد وهيسميه channel وحلاقي table موجود هنا جنب كل واحدة وزي ما انت شايف جابلي record بالكامل زي ما شفناها قبل كده انا طبعا مش محتاج كلمة table محتاج اجيب ال data نفسها محتاج اعمل expand هروح على الزوارين اللي موجودين هنا او الساهمين اللي موجودين هنا هدوس عليهم هديني options تحت expand ما تنساش تشيل use original column name as prefix مش محتاجها كمان مش عايز channel id انا عايز بس name channel id موجود عندي هدوس على ok هيفتح لي column جديد اسمه channel name انا مش محتاج channel id انا محتاج name وrevenue فممكن انا اختار channel name ادوس على control واختار كمان revenue وعمل right click remove other columns كده الواحده عمل ترتيب وكمان شل دي ال column الزيادة هو ده المنظر النهائي اللي انا محتاجه دلوقتي ممكن اختار close and load او ممكن حتى اقفل من فوق من هنا انا هاختار close and load هيقفل هالي زي ما انت شايف الكويري موجودة هنا ولكن دلوقتي انا محتاج اغير option بتاع اللود بتاعها عشان تظهر دي في مكان ما هنا فممكن اقف على i1 واجي هنا على اليمين على queries and connection pane اعمل right click على query واختار load 2 لما اختار load 2 هيديني كل options بتاع import data خليني اقول له table existing worksheet في i1 وادوس على ok هتلاقي ال table بتاع محصل له creation وعمل لي loading وادي المنظر خلاص احنا كده نفزنا اللوكب اللي كنا عايزين نعمله تعال نعمل تشاك على total وانا واقف جوا ال table من table design ممكن اختار على total row واداني 600 بتاعتي اعتقد انا كده تمام التمام طب فين المشكلة تعالى ناخد مثلا نروح على ال look up table ده وناخد حاجة زي retail اللي هي 4001 retail دي تعالى نعمل لها copy ناخد copy كده ونجي نعمل لها paste تحت ايه اللي هيحصل هتلاقي ال table بيتمدد وحلاقي عندي ال table دلوقتي فيه تكرار اللي هو بتاع ال retail بقى موجود مرتين تعالى كمان نكرر ال wholesale اخدها copy وحطاها تحت تبقى عندي كده تكرارين طب حصل هنا حاجة لا ما حصلش حاجة لاني محتاجة اعمل refresh اوقف على ال table ده واعمل right click وقل له refresh ايه اللي حصل هتلاقي ال table كبر وحتلاقي ال total زاد وحتلاقي مثلا تعالى نشوف حاجة زي ال retail اللي هي 4001 انا كان عندي كم ريكورد هنا كان عندي اربعة ريكورد بس للريتيل تعالى بص ال retail طلع هنا كم مرة retail طلع هنا 8 مرات اضعف بالزبط ليه لانه متكرر مرتين طب تعالى نفتح ال query editor ونشوف ايه اللي حصل من جوه ال query editor حقف على sales وعمل double click هيفتح لي ال power query editor ده المنظر النهائي زي ما شفناه برا اللي موجود فيه ال duplication بعدما كانوا 19 رو زي ما انت شايف بقوا 28 رو طب ايه اللي حصل تعالى نرجع وراء عند merge queries عشان نفهم ايه اللي حصل ده كان الشكل القديم تعالى بص لما بيقف عند التابل ده اللي كان فيه في الاول ريكورد واحد بقى طالع فيه اثنين ريكورد فلما حضرك بتروح على الخطوة اللي بعديها وتعمل expand بياخد التو ريكورد دول ويعملهم expand مرتين فال 13 ونص دي هتتكرر مرتين وده اللي هيحصل فعلا بص كده 13 ونص بقت متكررة مرتين ارجع على الخطوة اللي قابليها نفس الكلام السطر اللي بعديه اثنين وعشرين ونص اقف عند التابل هتلاقي ريكورد اسمهم ريتيل روح تاني على الخطوة اللي وراها هتلاقي ريتيل هنا متكرر 25 ونص متكرر مرتين وهكذا لكل الريتيل ونفس الكلام بالنسبة للهول سيل طب ازاي ممكن اعالج المشكلة دي تعالى نقفل الكويري عندك طريقتين يا اما حضرتك تقف على التابل الاصلي اللي انت جايلك فيه الديتا وتشيل منه الدوبليكتس دي سهلة جدا هختار التابل كله وروح على تابل ديزاين وهلاقي حاجه اسمها من تولز حاجه اسمها ريموف دوبليكتس طبعا ده شيء سهل جدا مفيهوش اي مشكلة المشكلة هتحصل امتى ان انت كل مرة عايز تعمل نفس العملية دي محتاجه تروح تعمل ريموف دوبليكتس ليه؟ لان انت خد بالك انت في تواقع الامر في الحقيقة التابل زي بيحصلها مينتنس اللوكاب تابل ده او الجدول البحث ده اذا بيحصلوا مينتنس كل شوية بتضيف ريكورد وبتشير منه ريكورد بتزود حاجه بتنظف فيه حاجه فبالتاني عرضة يبقى فيه تكتارات فكل مرة حضرتك عايز تعمل القصة دي محتاج تعمل ريموف دوبليكتس طب ايه الحل البديل؟ الحل البديل ان اروح على السيلز كويري تاني اروح على السيلز كويري تاني اروح على البروكوري ايضا او اروح على البروكوري ايضا عشان يجيب لي اهو ادي التكارات اللي كانت حصلة وانا اشيل الدوبليكتس من هنا لو عملت كده تعالى نختار التو كولومز مع بعض لازم اختار التو كولومز مع بعض ومن هوم هروح على ريديوس روز وعلى ريموف روز وحلاقي حاجه اسمها ريموف دوبليكتس لو عملت كده حضرتك شلي الاثنين رو الزيادة دلوقتي اقدر اقفل وبدل ما اقول له ديسكارد هقول له كيب يعني سايف التشينجز انا عملتها هتلاقي الباور كويري اتر بيقفل وكل اللي محتاج تعمله حركة تعمل ريفرش تاني لسيلز كويري هقف عليها ورايت كليك ورفرش عمل لها لودن تاني رجع التاني 19 ودي 600 بتاعتك مصبوطة مهما غيرت هنا وعملت تكرارات هنا تعالى حتى ناخد دول كمان ونعمل لهم تكرار وتعالى هنا اقف ورايت كليك وقل له ريفرش مفيش مشكلة خالص مهما عملت تكرارات هنا هو الواحد فاهم انه قبل ما يعمل عملية الميرج هيروح الاول زي ما احنا عملناها جوه هيشيل من هاته وبعد كده يعمل لك الميرج او اللوك اوب بشكل نظيف وشكل مظبوط اعتقد مهمة جدا عشان تبقى فاهم لانناس كتير جدا بتشتغل بالمرج بعد كده بيلاقي الابو بتاعه مش مظبوط ما بيبقاش فاهم ايه اللي حصل مهم قوي انك تبقى واخد بالك وتفهم ايه اللي بيحصل وازاي الميرج ده بيتم وازاي ممكن تعالج المشاكل اللي بتيجي منه المرة جاي لسه هنكمل برده نتكلم على ميرج ولكن هنستعمل ميرج كريبليسمينت للصام اف بدل ما نعمله ريبليسمينت لللوك اوب لأ هنخليه ريبليسمينت للصام اف بتاعة الاكسل بكده نكون وصلنا لهاية الفيديو وقبل ما سيبك لو لسه ما اشتركتش في القناة لو سمحت تشترك وعمل لايك للفيديو لو عجبك واسب لي كومنت عشان استفيد من تعليقاتكم وشوفكم في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته